اشتركوا في القناة على بركة الله نبدأ اهتم شعراء المهاجر بالوحدة الفنية ابن الفعل اهتم للمجهول وغير ما يلزم هل يكون الاختيار الصحيح اهتم بالوحدة الفنية ام اهتم ما بالوحدة الفنية ام اهتم المهاجر اهتم بالوحدة الفنية ام يهتم بالوحدة الفنية اولا نبدأ من الاختيار الرابع يهتم هذا مضارع والفعل اهتم ماضي اذا هذا خطأ واحذر ان بعض الطلاب عند تحويل الفعل الى مبني المجهول ربما يحولونه من ماضي الى مضارع او العكس اذا هنا يهتم خطأ اهتم المهاجر هنا خطأ لان المهاجر هنا مضاف اليه وليست مفعول به اذا تحذف مع الفاعل وهو شعراء نأتي للاختيارين الاول والثاني اهتم ام اهتم ما هنا لا نفك التضعيف اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار الاول اهتم بالوحدة الفنية هذا هو الاختيار الصحيح السؤال الثاني ما اعراب كلمة الذي نقرأ الجملة اهتم شعراء المهاجر بالوحدة الفنية في القصيدة الواحدة بل الوحدة الشعورية في الديوان الواحد الذي يضم قصائد ما اعراب كلمة الذي هل هي اسم موصول لا محل له من الاعراب ام نعت مرفوع بالضم ام نعت مجرور بالكسرة ام اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت اول اختيار خطأ اسم موصول لا محل له من الاعراب لا يوجد اسم لا محل له من الاعراب وانما الذي لا محل له من الاعراب هو جملة صلة الموصول وليس الاسم الموصول نفسه الاختيار الثاني نعت مرفوع بالضمة أيضا خطأ لأن الأسماء الموصولة مبنية معدى مثناها اللذان واللتان لأنهما تتغيران فتصبح اللذين واللتين إذن نعت مرفوع بالضمة خطأ نعت مجرور نفس الكلام فالاسم الموصول مبني إذن لا يقال عنه مرفوع ولا مجرور إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت السؤال الثالث ما إعراب كلمة ذات في الذي يضم قصائد ذات طابع موحد هل هو خبر مرفوع بالضمة أم نعت منصوب بالفتحة أم نعت منصوب بالألف أم حال منصوب بالفتحة يضم قصائد ذاته إذن ذات نعت لكلمة قصائد وذات منصوب بالفتحة الذي ينصب بالألف والمذكر منها ذا أما المؤنث فتعرب بالحركات ترفع بالضمة ذاته وتنصب بالفتحة ذاته وتجرب الكسرة ذاتي إذن الإجابة الصحيحة نعت منصوب بالفتحة الاسم الممنوع من الصرف لعلتين هو قصائد دواوين ميخائيل كل ما تقدم كلمة قصائد صيغة منتهى الجموع وهذا سبب واحد أو علة واحدة إذن مستبعدة أيضا دواوين صيغة منتهى الجموع فإذن علة واحدة فمستبعدة أما ميخائيل فممنوع من الصرف لسببين مجتمعين العالمية ده أول سبب والعجمة وده السبب الثاني إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث ميخائيل ممنوع من الصرف لعلتين العالمية والعجمة السؤال الخامس وهذا السؤال يعد من الأسئلة السهلة الممتنعة يعني هو يبدو سهل لكن ربما لا يكون سهلا بالنسبة لبعض الطلاق الفعل الصحيح اللازم هل هو اهتم يضم يحمل يبدو لازم تكون عارف يعني إيه صحيح ويعني إيه لازم ويجتمع في الفعل الصفتين معا الصحة واللزوم نمسك أول فعل اهتم شعراء المهاجر الفعل اهتم فعل صحيح لأن أصوله همما نشوف لازم ولا متعدي هل مفعول به اهتم شعراء فعل المهاجر مضاف إليه بالوحدة الفنية جار ومجرور ونعت إذن لا يوجد مفعول به فهذا الفعل صحيح وفي نفس الوقت لازم إذن هو الاختيار الصحيح لكن من باب التعلم نناقش باقي الأفعال يضم يضم هو قصائد إذن قصائد مفعول به فالفعل يضم صحيح ولكنه متعدي إذن مستبعد كما يحمل اسما يحمل فعل صحيح مادة حملة واسما مفعول به إذن فعل متعدي أما الفعل يبدو ففيه فكرة فهو فعل لازم ولكنه ليس صحيح وإنما هو معتل الآخر لذلك استبعدنا يضم ويحمل ويبدو واخترنا الفعل اهتم السؤال السادس اهتم شعراء المهاجر بالوحدة الفنية عند تحويل الجملة إلى اسلوب تعجب قياسي تصبح ما أهمم شعراء المهاجر بالوحدة الفنية أهمم بشعراء المهاجر بالوحدة الفنية يا لاهتمام شعراء المهاجر بالوحدة الفنية أعظم باهتمام شعراء المهاجر بالوحدة الفنية قبل الاختيار لابد أن نحدد الفعل في الجملة الفعل اهتمه فعل أكثر من ثلاثي وبالتالي لا يتعجب منه مباشرة إذن ما أهمم تستبعد لأن لا يأتي منه أفعل التعجب مباشرة أهمم أيضا هذا تعجب مباشر فلا يصح أما الاختيار الثالث يا لا اهتمامي هذا أسلوب نداء تعجبي وليس تعجب قياسي إذن أيضا مستبعد فالاختيار الصحيح إذن أعظم باهتمام شعراء المهاجر بالوحدة الفنية السؤال السابع يحمل الديوان اسما ذا صلة بمضمونه عند بناء الفعل للمجهول تصبح الجملة يحمل اسم ذا صلة بمضمونه يحمل اسم ذا صلة بمضمونه أولا بناء الفعل يحمل يحمل وهو صحيح في الأربع جمل طيب نقارن بين كلمة اسم نستبعد كلمة اسم في الجملة الثانية لأنها مكتوبة غلط مكتوبة بهمزة قطع ومعلوم أن كلمة اسم ألف وصل نروح لكلمة ذا أو ذا هي نعت يحمل اسما ذا فإذا تغيرت اسم لأنها أصبحت نائف فاعل فلابد أن تتغير ذا ذا تصبح ذا هنا طبعا استبعدنا هذه الجملة فهنا يحمل اسم ذا صلة بالمضمون هذا هو الاختيار الصحيح ستقول استبعدنا الجملة الأولى بسبب ذا أنها ينبغي أن تكون نعتم مرفوع لأن اسم أصبحت نائف فاعل وهنا استبعدنا اسم بسبب همز القطع فما وجه الاستبعاد للنقطة رقم أربعة فيها فكرة يحمل اسم ذا صلة بمضمونه الهاء هنا لو رجعت لها في الجملة ستجدها راجع على مين على الديوان والديوان كانت فاعل وعند بناء الفعل للمجهول حذف الفاعل فيحذف أيضا الضمير العائد عليه لأن هذا الضمير حينئذ عائد على لا شيء ولا يصح الضمير لابد أن يكون له عائد فلما حذفنا الضمير عرفنا كلمة مضمون بأل تعويضا عن تعريفها بالإضافة فكان الاختيار الصحيح يحمل اسم ذا صلة بالمضمون السؤال الثامن فيه فكرة رائعة ويخطئ فيه كثير من الطلاب عندما تقول له إن الحرب أضرارها كثيرة إن الحرب لها أضرار ما نوع الخبر خبر إن في الجملتين يسارع كثير من الطلاب إلى اختيار معين يقول لك أضرارها كثيرة خبر جملة اسمية ولها أضرار خبر شبه جملة وهذا خطأ الاختيار الصحيح كلاهما جملة اسمية هنا إن الحرب أضرارها مبتدأ وكثير خبر إذن الخبر جملة اسمية وفي الجملة الثانية إن الحرب لها أضرار أيضا أضرار مبتدأ وخبره شبه الجملة مقدم وهو لها إذن الخبر أيضا جملة اسمية فانتبه عزيزي الطالب السؤال التاسع تروى الصحراء بالتنقيط عند تحويل الجملة إلى اسلوب تعجب تصبح الجملة ما أفضل ري الصحراء بالتنقيط أم ما أفضل ارتواء الصحراء بالتنقيط أم أفضل بري الصحراء بالتنقيط أم أفضل بأن تروى الصحراء بالتنقيط لا بد أن نحدد الفعل فالفعل هنا تروى فعل مبني للمجهول والفعل المبني للمجهول لا يتعجب منه مباشرة وإنما نأتي بفعل مساعد مناسب زائد المصدر المؤول ولذلك الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع أفضل بأن تروى الصحراء بالتنقيط السؤال العاشر تروى الصحراء الجرداء بالتنقيط الجملة المضبوطة ضبطا صحيحا فيما يلي أحب أن أنبه أولا أن هناك ضبط تام وهناك ضبط نحوي هنا ضبط تام تروى الصحراء الجرداء بالتنقيط نشوف تروى ضبط صحيح الصحراء خطأ من أول كلمة الصحراء لماذا؟ لأن الصحراء لام شمسية واللام الشمسية لا تضبط تترك هكذا بلا حركات والحرف اللي بعدها يكون مشدد إذن هذه الجملة خطأ تروى الصحراء هنا اللام غير مضبوطة والصاد مشددة إذن لغاية هنا صحيحة والصحراء هنا فعل مرفوع بالضمة صحيحة والجرداء اللام هنا لام قمرية لأن حرف الجيم من حروف ابغي حجكه وخف عقيمه واللام عليها سكون والجيم فتحة صحيحة بالتنقيطي إذن واضح أن هذه هي الجملة الصحيحة طيب نشوف الخطأ في الجملتين الأخرين تروى الصحراء هنا طبعا مكتوبة الصحراء فهنا خطأ نحوي والجرداء خطأ نحوي إذن خطأ تروى الصحراء هنا صحيحة الجرداء إن الخطأ في كلمة الجرداء لأنه لم يضبط اللام وضبط الجيم بالشدة إذن تعامل معها على أنها لام شمسية وهذا خطأ السؤال الحادي عشر اشتدت الريح هبوبا ما إعراب كلمة هبوبا هل هي مفعول به أم تمييز أم حال أم نائب عن المصدر أو ما يعرف بالنائب عن المفعول المطلق كلمة هبوبا هنا تعرب تمييز وهو تمييز محول عن فاعل تستطيع أن تقول اشتد هبوب الريحي فيكون هبوب فاعل والريحي مضاف إليه إذن تمييز محول عن فاعل السؤال الثاني عشر أيضا يخطئ في هذا السؤال كثير من الطلاب اللهم اكتب لنا في شهرنا هذا النصر على الأعداء كثير من الطلاب يسارعون إلى إعراب الكلمة التي محلاه بأل بعد اسم الإشارة بدل فالاختيار هل هو مفعول به أم بدل مطابق أم مضاف إليه أم نعت كما قلت كثير من الطلاب سيختارون بدل مطابق ولكن الحقيقة هنا إعرابها مفعول به اللهم اكتب لنا النصر أكتب النصر إذن النصر مفعول به أما تطبيق قاعدة الإسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة لابد أن يكون بفهم ووعي أما هنا فإعرابها مفعول به كلا الطالبين ناجحان عند جعل كلمة كلا ملحقة بالمثنة تصبح الجملة الطالبان كلاهما ناجحان الطالبان كلاهما ناجح الطالبان كليهما ناجحان أم الأول والثاني ربما بعض الطلاب سيختارون الاختيار الأول سيخلطه بين التوكيد وبين الملحق والمثنة هي في الأولى تعرب توكيد لأنه يصح حسفها لكن إذا اتصلت كلاه كلاه بالضمير تصبح ملحقة بالمثنة مهما كان إعرابها يعني هنا في الجملة الأولى تعرب توكيد معنوي وفي الجملة الثانية تعرب مبتدأ ثاني في الحالتين مرفوعة وعلى مترفعها الألف لأنها ملحقة بالمثنة إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع لكن لو غيرنا نصيغة السؤال وقلنا عند جعل كلا توكيد معنوي سيكون الاختيار الأول فقط هو الاختيار الصحيح السؤال الرابع عشر قرأت كتاباً كله فوائد إعراب كلمة كله هل هي مبتدأ أم بدل أم توكيد معنوي أم نعت كلمة كله تعرب مبتدأ وخبره كلمة فوائد وجملة كله فوائد نعت لكلمة كتاب في محل نظم إذن الاختيار الصحيح هو مبتدأ لأنه لا يصح حزف كلمة كله فلا نقول قرأت كتاباً فوائد إذن استبعدنا التوكيد المعنوي واخترنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة شاهدت الوزير نفسه عند تثنية كلمة الوزير تصبح الجملة شاهدت الوزيرين نفسيهما أم شاهدت الوزيرين أنفسهما أم شاهدت الوزيرين كليهما أم الثاني والثالث أولاً كلمة نفسه توكيد معنوي وعند تثنية كلمة نفس وعين أو جمعها في التوكيد المعنوي فليس لها إلا صورة صورة نفس وعين وصورة أنفس وأعين ليس لها صورة مثنة الضمير هو الذي يفصل إذن نستبعد الاختيار الأول شاهدت الوزيرين نفسيهما لأنه كما قلت كلمة نفس وعين عندما تكونان توكيداً معنوياً ليس لها إلا صورتان نفس وأنفس شاهدت الوزيرين أنفسهما نعم أنفسهما صحيحة وهما هنا هي التي دلت على المثنى وشاهدت الوزيرين كليهما نعم لأن كليهما مخصصة لتوكيد المثنى فتؤدي معنى مثنى كلمة نفسه إذن الاختيار الصحيح هو الرابع والذي يشمل الثاني والثالث السؤال السادس عشر ظلم المهمل نفسه عند تثنية الفاعل اللي هو المهمل تصبح الجملة ظلم المهملان نفسيهما ظلم المهملان أنفسهما ظلم المهملان نفساهما ظلم المهملان أنفسهم هنا كلمة نفسه ليست توكيداً معنوياً وإنما مفعول به فهي تثنى مثلها مثل أي اسم آخر وبالتالي الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول ظلم المهملان نفسيهما لأن نفسهنا مفعول به وبالتالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهما مضاف إليه حضر الطلاب كلهم عند تثنية كلمة الطلاب تصبح الجملة لاحظ أن كلهم توكيد معنوي فحنسنى الطلاب فلابد أن نأتي بتوكيد يناسب المسنى حضر الطالبان كلهما هذا خطأ لأن كلمة كل لا تضاف إلى مسنى حضر الطالبان كلاهما كلاهما توكيد معنوي تقوم مقام كلهم بالنسبة للمسنى وهذا صحيح حضر الطالبان أنفسهما أيضا صحيح لأن قلنا كلمة نفس وعين تؤكد المفرد والمسنى والجمع ولكن ليس لها إلا صورة صورة نفس وأنفس وعين وأعين إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع وهو الذي يشمل الاختيارين الثاني والثالث أنت الأحق بالجائزة حالة اسم التفضيل وحكم مطابقته للمفضل محلى بأل يلزم الإفراد والتذكير محلى بأل يمتنع عن مطابقة المفضل مضاف إلى معرفة يجوز المطابقة للمفضل محلى بأل يجب المطابقة للمفضل الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع محلى بأل ومعلوم أن اسم التفضيل المحلى بأل يجب المطابقة للمفضل فإذا أنثنا كلمة أنت وقلنا أنت تصبح أنت الحق بالجائزة وأنتما للمثن المذكر الأحقان بالجائزة وأنتما للمثن المؤنث أنتما الحقيان بالجائزة وأنتم الأحقون بالجائزة وأنتن الحقيات بالجائزة السؤال التاسع عشر أصبحت الأحق بالجائزة عند جعل الخطاب للمثن المؤنث تصبح الجملة أصبحتما الأحقتان بالجائزة أصبحتما الأحق بالجائزة أصبحتما الحقيان بالجائزة أولا خطاب المثن المؤنث لابد أن نثني المؤنث ونأتي بمؤنث الأحق الحق مع مراعاة موقعها الإعرابي هي خبر أصبح وخبر أصبح منصوب والمثن ينصب بالياء إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث أصبحتما الحقيين بالجائزة السؤال العشرون أنت أسمى الطلاب منزلة عند خطاب جمع الإناث تصبح الجملة أنتن أسمى الطالبات منزلة أنتن سميات الطالبات منزلة أنتن أسميات الطالبات منزلة الأول والثاني أولا اسم التفضيل أسمى الطلاب مضاف إلى معرفة والمضاف إلى معرفة يجوز فيه المطابقة أو الإفراد والتذكير إذن أنتن أسمى الطالبات منزلة صحيح على الوجه الأول وهو الإفراد والتذكير أما أنتن سميات الطالبات فأيضا وجه صحيح على المطابقة فهو يطابق المفضل في النوع والعدد أما أنتن أسميات فهذا خطأ لأن جمع المذكر أسمى جمع مؤنث سالم وهذا لا يصح إذن الإختيار الصحيح هو الرابع الذي يشمل الإختيار الأول والثاني الأول على أساس الإفراد والتذكير والثاني على أساس المطابقة السؤال الحادي والعشرون أنت أسمى الطلاب منزلة عند خطاب المثنى المذكر تصبح الجملة أنتما أسمياني الطلاب منزلة أنتما أسمى الطلاب منزلة أنتما أسميا الطلاب منزلة أم الثاني والثالث نبدأ أنتما أسميان الطلاب هنا خطأ لوجود النون لأن الطلاب مضاف إليه والمثنى إذا أضيفه تحذف نونه إذن الاختيار الأول خطأ أسمى الطلاب مضاف إلى معرفة وقلنا أن المضاف إلى معرفة يجوز فيه المطابقة أو الإفراد والتذكير فأنتما أسمى الطلاب منزلة هنا مفرد مذكر وهذا اختيار صحيح وأنتما أسميا هنا تمت المطابقة في النوع والعدد سنينا أسمى التي هي مذكر أسميا وحذفنا النون بسبب الإضافة إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع الذي يشمل الثاني على أساس الإفراد والتذكير والثالث على أساس المطابقة في النوع والعدد مع مراعاة الإعراب وحذف نون الإضافة السؤال الثاني والعشرون أنت ترجو الخير وتسعى إليه عند خطاب جمع المذكر تصبح الجملة أولا هذا السؤال هو سؤال في درس الإسناد إسناد الأفعال إلى الضمائر عندما أطلب منك خطاب جمع المذكر فمعنى ذلك أنك ستسند الفعلين ترجو وتسعى إلى واو الجماعة ومعلوم أن الفعل المعتل الآخر عند إسناده إلى واو الجماعة يحذف حرف العلة مع مراعاة الحالة الإعرابية إذا كان مرفوع يبقى ثبوت النون وإذا كان منصب أو مجزوم تحزف النون فنشوف الاختيار الأول أنتم ترجون الخير وتسعوا إليه أنتم ترجون صحيح حزفت الواو الأصلية وهذه واو الجماعة أما الخطأ في تسعوا فهو حزف النون بلا مبرر فالفعل من الأفعال الخمسة وفي حالة رفع فكان ينبغي أن يكون فيه النون فهو مرفوع بثبوت النون إذن الاختيار الأول خطأ أما الاختيار الثاني فأنتم ترجون لم يحزف الواو الأصلية وأضاف واو الجماعة إذن هذا خطأ وتسعيون أيضا لم يحزف حرف العل إذن الاختيار الأول والثاني خطأ أنتم ترجون الخير وتسعون إليه وأنتم ترجون الخير وتسعون إليه وهنا أحب أن أنبه إلى نقطة مهمة الحرف الذي يسبق واو الجماعة مضموم إلا في حالة واحدة إذا كان الحرف الذي قبلها محزوف وهو ألف بالتحديد ولذلك في تسعى الحرف المحزوف ألف فلابد أن تكون العين مفتوحة أما في ترجو الحرف المحزوف واو فبالتالي مضموم وفق القاعدة العامة إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع أنتم ترجون لأن الحرف الذي قبله هو الجماعة مضموم لأنه الحرف المحزوف واو وهنا تسعون لأن الحرف المحزوف ألف وهذا الذي جعل تسعون في الاختيار الثالث خطأ السؤال الثالث والعشرون أنت ترجو الخير وتسعى إليه عند خطاب جمع المؤنث تصبح الجملة هنا لابد أن تعرف أنك ستسند الفعلين إلى نون النسوة الاختيار الأول أنتن ترجين الخير وتسعين إليه أنتن ترجون الخير وتسعون إليه أنتن ترجون الخير وتسعين إليه لابد أن تعرف أن عند إسناد الفعل إلى نون النسوة لا يحذف منه شيء الفعل المعتل الآخر إذن ترجو وتسعى الو ستبقى والألف ستبقى ولكنها ستقلب ي فالاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث أنتن ترجون الخير وتسعين إليه السؤال الرابع والعشرون أنت ترجو الخير وتسعى إليه عند خطاب المفردة تصبح الجملة هنا عند خطاب المفردة معناها أنك ستسند الفعلين إلى ياء المخاطبة فالاختيار الأول أنت طبعا هنا خطأ من البداية ما فيش ياء في الضمير أنت فبالتالي ما نكملش الاختيار أنت ترجين الخير وتسعين إليه أنت ترجين الخير وتسعين إليه أنت ترجين الخير وتسعين إليه الاختيار الصحيح والاختيار الرابع أنت ترجين الخير وتسعين إليه بس تحتاج المسألة إلى بعض التوضيح إذا كانت هذه ياء المخاطبة فأين الواو؟ حرف العلة يحذف من الفعل المعتل الآخر عند إسناده كما قلنا قبل ذلك إلى واو الجماعة وأيضا إلى ياء المخاطبة فهنا حذف حرف العلة وهو الواو ولكن ياء المخاطبة تقتضي أن يكون ما قبلها مكسور إلا في حالة واحدة إذا كان الحرف المحزوف ألف مثل تسعة إذا تسعين وليس تسعين لا يصح أن أقول أنت ترجين وأنت تسعين فهذا خطأ وإنما خطأ في تسعين طبعا في ترجين صحيح هنا أنت ترجين وتسعين فانتبه إلى هذه المعلومة الدقيقة ترجمة نانسي قنقر